اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لانك تشيل البرنامج على الهوى ربنا خليك متعرف عليك احنا تلاميذك يا أستاذ يا ربي خليك ان المرحوم سامير صبري كان اعظم اعلامي يطلع على الهوى يعني كانوا يقولوله الحق ده مهرجان السينما جاي وبعدين يدوله اسماء الضيوف اللي جايين هو عنده كاسطة اعداد على طول بيعملوا سيرش على النجوم وخش كان شيء فانا بهنيك لان الهوى ده خطر خطرته في انك الغلطة بفورة اه طب زي المصر زي المصر خلينا نرجع بقى للاول كده والبدايات بتاعتك وان يعني الناس كتيرة حابة تعرف انت امتى حسيت ان انت بتحب اللعبة دي امتى حسيت ان الفن ده انا انا هشتغل في الحكاية دي كان عندك كم سنة وكنت بتعملي لا بصي انا عشان ما توشي منك انا بعتبر نفسي ثلاثة في واحد يعني انا ثلاثة اجيال في زمن واحد الكروب بتاعي اساسا من البحيرة كان عندنا وجهة اباظة محافظة البحيرة محمد نوح صديقي الله يرحمه محمود الجندي في مدرسة جنبي مني نجم المسرح القوم محمود الحديني عبدالعزيز مخيون بحراوي من البحيرة ربنا يدي له الصحة وصديقي سمير فاهمي الله يرحمه فاحنا كروه كده طلعنا لقينا نفسينا بنمثل مش لاننا احنا عايزين نمثل انا المدرسة كان فيها تمثيل كان فيها نظر مدرسة سمو شوكة البرقوي بس عنده نشاط مصراحي مالوش عال طبعا ما كانش فيه القنوات دي كلها كان القناة الاولى والقناة التانية ويعني ثلاث جرائد اللي بيكتبوا والمصرح انما الميديا دي كلها ما كانتش موجودة فانا لقيت في المدرسة تمثيل اول ما دخلت رحت مسلت محافظة البحيرة فيها فرقة البحيرة المصرحية واسكندرية فيها فرقة يعني وقتها كانت كل المحافظات عاملة فرقة وزميل اللجوم القاهرة ابراهيم عبد الرازق من المنصورة اعرفه قبل ما يجي القاهرة محمد وفيه الله يرحمه من اسكندرية اعرفه قبل ما فتقريبا احنا كلنا كنا نعرف بعض قبل ما نيجي القاهرة طب ام تقررت انا هادرس تمثيل بقى لا انا مسألة مش هتبقى هواية بس وانا بحب التمثيل وبشتغل بالزبط يعني هي كبرت معايا يعني من صغري انا لا قلت عايزة امثل انا روحت المدرسة لقيت تمثيل دخلت فريق التمثيل مسلت لقيت الناس بتسقف وهم بتيجي تتفرج علي ومحمد نوح سكن جنب مني بيأزف مزيكة وبيغني وانا عندي خمس اخوات بنات اما تيجي بنت تتجوز اجري على نوح اقول له الحقيقة يا نوح البتة حتتخطب ولا احدا يقول طب ما لكش دعوة يجي جاي بالفرقة بتاعته وجاي يأزف ونقض الليلة ونجوز البت ويتم فانا لقيت نفسي مش انا سعيت للتمثيل انا احسس ان التمثيل هو اللي جابني يعني هو اللي شدني لقيت نفسك جوه المحر بمثل في المدرسة وبمثل في المحافظة لانه وجيه ابازة بيقال انه كان متجوز ليلة مراد وكل النشاط وكان عامل فرقة البحيرة الفنون الشعبية كان وقتها في حراك ثقافي حلو جدا في كل المحافظات وكان فيه كتاب كده اسمو عيد العلم تفتحيه تلاقي اخر الصفحة كل المتفوقين فانا كان اسمي سنويا بينزل في الكتاب ده ان انا واخد مديليا برونزية او مديليا فضية لان كانوا بيعملوا مهرجان ياخدوا المدرسة المتفوقة على المحافظة ونيجي نمثل على المسرح القوي بتوع المنصورة وبتوع اسكندرية وبتوع البحيرة وبعدين يختاروا الفرقة الكبير فكان فيه نشاط وكان مفتش المسرح المدرسة عندنا في البحيرة كان احمد عبد الحليم الله يعلم فاحنا طلعنا لقينا نفسينا بنمثل تقول لي لي روحت التمثيل انا لقيته كده بمثل والناس بتسقف ومبسوط وبعدين يتعمل لي مكياز واعمل شخصية كده وشخصية خدتك اللعبة طب دخلت المعهد ازاي بقى؟ دخلت المعهد انا فيها وقت في المدرسة ودخلت المعهد لعالي الزراعي في اتفينة وده كان قصر الملك وقتها كان عاملينهم معهد علي الزراعي وانا حجان يعني ابويا دخلني وخلاص ونجحت سنة اولى كمان في المعهد بس مش قادر قبل مني بقى كان محمود الحديني دخل معه وبعدين قبل مني محمود الجندي دخل معهد السينما فانا حجان عايزة ومحمد نوح جاء القاهرة لانه نجح في فرق التلفزيون المصرحية ودول زميلي فليه ما كونش زيهم جيت واخد ورقي من معهد العالي الزراعي وجيت مقدمه في معهد الفنون المصرحية وكان نصيبي دخلت يعني احنا جينا اتباعا وربع الحديني ومحمود الجندي وانا وبقنا خلاص مشت المسألة في التخرج وانا بتخرج من معهد فنون المصرحية كان أستاذ سامير العصفوري بيتفرج على مشروع التخرج خلصت مشروع التخرج كنا بنعمله على المصرح القومي كنت عامل هاملة عملها لي الدكتور هاني مطوح فقال لي خلص المعهد وهت ورقك وتعالى خدت ورقي حطيته في مصرح الطريعة وقعدت فيها لغيت أمر الله رحلة بقى يعني طبعا دور سامير العصفوري وقمته كمخرج مسرحي عظيم يعني ده موضوع يعني يطول جرحه سامير العصفوري أضاف ليك إيه ورحلة مسرح طويلة خلينا نقول إنها كان فيها أمجاد أنت عملت أمجاد وبطولات في المصرح عملت هنري الرابع وتخرجت بهاملة عملت مسرح أيام ما كان المصرح مسرح مسرح وما كانش عندنا غير المصرح والقناة الأولى والقناة التانية وأنا حظي لأنه هو المصرح ده ثلاث أطلاع نص كويس جمهور وناقد لو توفروا الثلاثة دول أنا من حصن حظي بقى الست أمال بكير في الأهرام الست عبلة الروينة في الأخبار الأستاذ رقفة الخياط في الجمهورية الست سعاد لطفي في آخر ساعة وبعدين محمد بركاته رجاء أنه أشو يعني حظي أنه كان فيه نقاط حركة نقدية زي ما كان فيه حركة ثقافية وكان فيه مسرح مدرسي ومسرح جميعي ومسرح الدولة كل شهر بيقدم عرض كان فيه حركة نقد أمال بكير في الأهرام لو كنت بكوحي في اسكندرية تكتب عني خبر وبعدين كانت ستة عظيمة نور الشريف بيعمل مسرحية ومحمد صبحي بيعمل مسرحية فتلاقي هي مستفة جورنان تكتب على نور الشريف وصورة لمحمد صبحي وحطاني في النص وتكتب تكتب على نور كان بيعمل مسرحية اسمها باكالوروس باكالوروس حكم الشعوب ومحمد صبحي عامل انتهى الدرس يا غبي وأنا عامل رواية اسمها هينر الرابع والدنيا زي الفل ده بيكتب عني وده بيكتب عني خدك المسرح فترة طويلة لأن ما فيش غيره يعني هو مش خدني هو ما كانش فيه غير المسرح وبعدين كان اللي حب يمثل كنا بالروح عجمان أو بالروح اليونان كل زمائل قبل ما تنتشر كل القنوات دي البي بي سي والم بي سي ما كانش فيه كلام ده كله ولا الفيسبوك ولا الموبايلات ولا ده هم الثلاث جرايد اللي بقولها حضرتك عليهم والقناتين والقناتين والكواكب وآخر ساعة وكانت كل شغلنا ان احنا نقوم الصبح نبص على خبر كده ولا خبر كده ومشاء الله الحمد لله يعني الناس كتبت عني كويس طيب نروح بقى لمرحلة التلفزيون في أول واشتغلت مع الأسدزة يعني اللي بيقال عليهم بقى ايه اللي عملوا الرواقع الخالدة بتاعة التلفزيون المصر بصي احنا كان فيه تقليد بنتخرج من المعهد وبعدين نعمل عضوية النقابة ناخد كارني النقابة نوديه أمن التلفزيون أمن التلفزيون يطلع لنا كارني بندخل المبنى زينا زي أي حد أنا عصرت بقى أحمد طنطاوي نور الدمرداش يحيى العالمي رفعة ألدس هلوية زاكي أحمد توفيق يعني كل العباقرة اللي عملوا التلفزيون كل دول كنت بخش بالكارني زي زي أي موظف كان الدول الأولاني ده كل مخرجين التلفزيون اشتغلت مع نور الشريف أديب مسلسل أديب يعني العالمي اشتغلت مع نور الدمرداش أحلى أدواري عملت النجاش في ملك الحبشة وعملت فرعون مصر في عهد سيدنا يوسف اللي هو شاف الحلم بتاع سبع بقرات أكله سبع بقراته وسبع سنابل أكله سبع سنابل ودي على فكرة تذكرة لأن خير مصر كان عظيم وبعدين جاب سيدنا يوسف من السجن قالوا حاجي لك سبع سنين عجاف وسبع سنين فيهم خير كتير فاحنا نحاول شوية أمحة عشان السبع سنين اللي أجاه ده من الأدوار الجميلة ويسخر يعني نور الدمرداش الحقيقة عملت مع النجاشي ملك الحبشة والنجاشي ملك الحبشة على فكرة أنا حبيت بتوع الحبشة بسبب الدور ده لأنه دور كويس وأنا عملته كويس ونور الدمرداش وقتها يعني ألف هي كلام لما جات الأفلام الدينية لا سخلينا بقى الأفلام الدينية دي ورحلة تانية عايزة أربط بس أربط ما بين النجاشي وما بين آه عشان آه عشان اشتغلت عشان أبونا عبد المسيح لحبشة موضوع تاني بقى احنا الأفلام الدينية ده ملف الوحد وناخد وقتنا فيه ده أنت نجم النجوم يعني فما منفعش ده لازم ياخد وقته فهي عملت أنهار الملح مع أحمد زكي عملت أصوار الوهم مع رفعة ألدس وده أصوار الوهم بالمناسبة أنا كنت عامل زابط مباحث جميل راتب بكرة عزة صلاح السعداني التلاتة كانوا متهمين بسرقة بنك وقتل الغفير بتاعه فأنا بقبض عليهم وبحطهم في السجن تسع حلقات كانت الحلقات خمستاشر حلقة وأنا بقعد أدور على القاتل والسارق والناس ماشية ورايا ده من الأدوار اللي كانت عاملة مش عارف هامشي في الشارع قبل ما نوصل للمرحلة بتاعت أجيال الوسط ومخرجين أجيال الوسط الفترة دي الفترة ما بين شغل الدراما التلفزيونية وبعدين شوية توقف ونرجع وشوية توقف ونرجع وأحلام وطموحات أكيد أكيد مرت بظروف صعبة أكيد الحياة مكادش سهلة لأنك يعني عندك أحلام وعندك طموحات وعندك الإمكانيات وممكن يكون الشغل مش مش هو ده اللي انت منتظره أو هو ده اللي انت مستنيه إيه الظروف اللي ممكن تكون مريض بيها يعني ما تنسهاش ظروف قصية أو ما تنسهاش يعني حقولك هي ظروف أنا السبب فيها يعني حتلاقيني محدش تاني يعني حقولك على حاجة أنا مثلا جيت في جوازي إيه ما تتجوز يا عم ما تتجوز يا عم إنت ما فيه إيه ما تتجوز فكان ليه صديقة اسمها زينب شميس في مصرح الطليعة ما بتتجوز اللي قلت لها إيه دي على كدفك إدتني نمر التليفون واحدة في اسكندرية المهم تتجوز فلقيت الجو جميل في اسكندرية فقعدت كنت بخرج في قصر صغافة لأنفوشي وليه قوضة هناك ومراتي اسكندرانية وأنا زي الفل يعني مش يعني مزاجي رايق وكويس وبخرج ومتجوز جديد فحتلاقي السبب أنا يعني طموحات إيه يعني سيبك ما هي حتروح فيه مصر بعدين فقعدت مثلا سنتين ثلاثة مبتعد تماما عن القاهرة وبعدين فوقت فوقت إيه ده إنت قاعد تعمل جيت واخد حالي ومالي وجيت راجع مصر عادت الفاتش تاني هو الفيصل في ده كان وحيط حامد عامر روايا اسمها أواني الورد أواني الورد أخراك سمير سيف في يعني عامل مشهد عامل دور بظهر في الحلقة الثالثة في السيطة يسرة قاعدت تتكلمت عن قالت إيه الممثل ده وإيه البتاع ده يعني أشاده بي كان سمير سيف بالمناسبة والدكتور سمير فرق آه محنا لازم نتكلم عنهم ده ده مرحلة الوسط دي مهمة جدا ده بصي بها ده الفيصل في رجوع لأن بناء عليه أنا شافني الأستاذ شريف عرفة قال لهم عايز الودي المجنون اللي ماشي في الشرع ده يجال ده اللي فتح لي الببان بعد طيب خلينا يعني في حكاية كده أنا سمعتها مش عايزة توصق منها أنت نمتي ليلة في الحسين قال آه نمتي ليلة في البيت في الشرع بيت في الجامعة لا حقولك حكايتنا الله يخليك كرم طوع كان بيعمل رواية اسمها الحسين سائرا الحسين سائرا عامل شغل هايل عظيم آه مصرحة جدا هايل ومستني موافقة الأزهر عشان يعرض الرواية والأزهر مش راضي يديله الموافقة فكان فاتح الباب اللي وراني في المسرح القومي نطلع نتفرج على الرواية ونروح كل يوم بيعرض الرواية تكون بدأت أركب وروح رحت لقيت نص مصر بيتها في الأزهر يا سبحان الله ناس كله قلع الجزمة ودخلنا ونمنا ما شاء الله وبعدين نوم البيوت ربنا دي يا شاقير مش ممكن يعني وحيد حامد لما كتب معالي الوزير واحنا تزاكي مش لاقي حتة ينام فيها اللي بتديله الرواية ليه زاوية كده راح نام فيها شخر يعني نام براحتو ما شاء الله على نوم بيوت ربنا نام خلاص ساعة ونص الصبح لقينا أمن الدولة كلهم حاصل المبنى وقوم ياد انتا وهو يلي 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 وهيجان والناس وقفة كده بتاع ربعمية واحد وقفين أنا جالي رعب خلاص يعني جميل برسوم ونام في الحسين فبيعمل ما تروح تنام في بس بقيت واقف بارتعش لا هم شافوا خمسة ستة كده بطايع الناس وبعدين قال لك يلا قد انت هو روحوا بس تجربة طبعا ما تنساش ذكره لا هيه الحكاية بقى ان كان صابح الجمعة والسادات جاي يصلي في فعشان كده كانوا امنين احتياطا فبيأمنوا المنطقة كلها مفيش ولا عربية ومأمنين الدنيا وشايفينه وبيدوروا على اي حاجة لان الرايس جاي يصلي مشيت لغاية جاردن سيتي اللي هي واحد صاحب اسمه فؤاد مسعد الله يمصيب الخير ايه مالك يا جميل فيه قلوا نايم لي بس ساعتين ولما قوم احكي لك الحاجة طيب خلينا نروح بقى لمرحلة الوسط اللي هي بداية بزوغ النجومية بقى مع جيل من المخرجين المهمين اشتغلت مع سامير سيف دكتور سامير دكتور سامير طبعا يعني كان ومنه كان فيه شغل كتير كمان في الاعمال المسيحية فخلينا نتكلم عن المرحلة دي في الاول كده اول ما ابتدت تتعرف على دكتور سامير وتشتغل معا والله انا انا يعني اتعرف ازاي ما اعرفش بس حد بعتلي يعني الدكتور سامير بيفتش على الناس واخنا او كنا خمسة ستة معروفين يعني كان هاني رمزي ماجد كدواني يوسف داود جميل برسوم يعني بيدور على المجموعة دي بس حتى كان معا الدكتور سامير فرج فاول شغل بيقول له انت جايبه من اين قال له جايبه من اين ايه ده ما وجود في مصرح الطليعة بقى قاله وبيمسره ست سنة جميل كمان الله يمسي طبعا 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 انا عملت معا مسلسلين كمان انا عمل معا مسلسلين وفيلم عن ماري مينا دول وبعدين عملت بقى عملت حاجة اسمها ابن موت وعملت اوان الورد دا يعني المرحلة اللي كانت الاعمال الدينية اللي قدمتها مع دكتور سامير سيف وكانت يعني تقريبا ثلاث مسلسلات متأيقلي غير فيلم ماري مينا اه انا عملت قلوب عطشة بيت العلالي بيت العلالي الصعود نعم والصعود والصعود اه ثلاث مسلسلات اللي عملهم دكتور سامير وماري مينا ماري مينا كان عامله هاني رمزي وانا كنت صديق هاني رمزي في فانا دخلت في حرب مع البربر واخدت الجثمان بتاع ماري مينا اصد دي النقطة لازم اقولها لك مهمة قوي للي ما اعرفش انا سميت مينا ومعرفش قصة ماري مينا غير لما عملت الفيلم فاخدت الجثمان بتاع ماري مينا واطلعنا حاربنا البربر وانتصرنا وبعدين واحنا راجعين بشيل النعش بتاع ماري مينا انا خدته معايا بركة عشان ادخل بيه المعركة عشان الجمل يتحرك ويمشي مامشيش نشد في الجامعة المش راضي يمشي فأدراكنا ان ماري مينا مش عايز يقوم من الحتة دي فشناه ودفناه في المنطقة دي اللي هي في برج العرف في اسكندرية مكان دير ماري مينا اللي هو موجود دلوقتي انت سميت ابنك مينا وانا ما عرفش غير لما حتى ما كنت اشتعرف قصة ما عرفش غير لما اشتعلت الفيلم عملت الفيلم لما عملت الفيلم معاني رمزي والدكتور سامين احساسك ايه بالنجومية الكبيرة قوي هالك الاعمال الدينية يعني انت بالنسبة للجمهور اللي بتابع الاعمال الدينية نجم كبير الناس بتحبك قوي وبتابعك وبعدين دايما اقول يعني كنت لسه بقول في المقدمة بتعمل القديس الناس بتصدقك بتعمل اللي بيعزب القديس تمام الناس برضو مصدقك مفيش مشكلة فرحلة الاعمال الدينية خلينا اتكلم عنها شواء هو انا بس عشان انا في الاعمال الدينية انا عملت القديسين اعبوني على المسي الحبشي والأنبا مقار بس إنما بقيت أدواري أنا في أدوار حلوة جدا باعتز بيها أنا عمل أربع مشاهد في أبو نفر جزيف نبيل اللي عمله هو راجل طلع لأبو نفر أسيس هادي كويس وبعدين فجأة بيتقلب فبنلاقيه الشيطان اللي بيحارب بأبو نفر وبيقطع فأنا الأدوار الصغيرة بأعتز بيها جدا ده فيها أدوار معلش علامات يعني قبل ما تحكي عن أبونا عبد المسيح الحبشي معلش يعني في أدوار يعني مثلا دورك في ضيف من السماء أبونا أندراس سامويلي مع ماجد الكدواني يعني ده دور عظيم أنا فكرك ده دور عظيم حكينا عنه شوية وعن ذكرياتك مع ماجد لأنه كمان ماجد ممثل حلو برصين متمكن فالدنيا هات وخد كده بتخلي الأداء حلو يعني بص هي بتاعت ربنا صدقيني أنا الدور جالي معرفش زميل تاني كان هيعمله وبعدين أتظر أو حصلت ظروف وأنا فجأت بالأنا بقرأ الدور لقيته لذيذ وبتاعها دي كده وحلو وأنا عرفهم عرفهم لما كنت بروح الكنيسة ولاقي المعلمين بتوع الكنيسة كان فيه ضرير شفته يعني أنا شفت الضرير اللي هو بيبقى ماسك البتاعه وحافظ عن ظهر قلب وماجد أنا حبيته بصوته يعني كان عامل طول صوت كده عظيم وهو بياملش آه آه يعني وبنكت سوا يعني أقوله أنا ما شفتوش وهو بيبقى مش يعني ماجد طبعا لذيذ والتمثيل معاه حلو ما فيش هي بتاعت ربنا ولأن المعلم ده اللي كان بي أنا شفته شفته ومخزنه بس طلع إمتى يعني طلع في وقته لما جات اللي ومنسبة النجومية أنا يعني ما بحبش اللقاء أنا ساعتها بقى نجم وموصل كويس وساعتها بقى ما بزعلش يعني أنا ما بقولش أنا هنا بقيت نجم ده سؤال محيرني ده سؤال محيرني وكويس يعني كنت حسأله في الآخر بس كويس أنا تكلمت فيه أنت بتغيب تغيب وترجع تعمل حاجة يعني طلقت رصاص وبعدين تغيب تغيب وترجع تعمل حاجة طلقت رصاص الحقيقة ما حصلش مرة إنك حسيت إنه أنا حزين على فترات الغياب فترات الغياب دي بيبقى الفن يعني بيأكل في الواحد هايز يشتغل مش عارف يعمل إيه ما حستش مرة بندم أو بحزن أو بقاسة أو قلت أنا أستحق لأ إن أنا أكون بيشتغل أكتر من كده ونجوميتي أكبر من كده بص أنا إيه يعني سيبقى بتاعة ربنا أنا ما بس عايش وحولك على مسالين عشان تبعارف أنا بتعامل إزاي في مخرج قال هتولي فلان أو فلان أو فلان فهم بيكلموني في التليفون قلت لهم لا هتولوا فلان أو فلان ما بنزلوش ده ما بنزلش أنا بنزل أنا أتكلم على أستاذ أحمد سمير فرق ابن الدكتور سمير فرق اللي هو يعني لما قال أنا عايز هو ما فيش غيره يعمل حكايتي في اسكندرية مسلسل ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني فاتصل بالشركة بقالوا شهرين في اسكندرية بيصور فاتصل بالشركة قال لهم أنا عايز جميل برسون قال لهم طي يعني حط كمان اسمي يمكن ما يكونش فاضي أو ما قال لهم مش عايز غير أنا مش عايز غير جميل برسون يقولولي أو أستاذ أحمد يقولولهم بس قلولي أخباره إيه وأنا مش عايز غيره ده مش ممكن لمته دي أنا كنت وقتها بعمل فلانتينو مع عادل إمام النجم الجميل دور حلو قوي فياربي فلانتينو وعادل إمام وكنا يوم ثلاث ها هتعمل إيه تخلي إيه لقيت الأستاذ أحمد بيكلمني مسكندرية لأ حد يكلمني المهم قال لهم كلهم أنا مش سات ربنا يوم الأربع الشغلة عند الأستاذ عادل وقف شوية ده درتيب ربنا دمال بتاعت ربنا يوم الخميس قالوا احنا وقفين يومين ثلاث خميس بالليل لميت هدومي ونزلت إسكندرية قام الأستاذ أحمد سامير فرج من الأوتيل الصبح لقاني في الهول ده بقى يعني أنزله جاري فأنا لا بسعى أن ده يبقى أنا بحب قوي اللي يقولك لسه عامل المداح السنة دي نتكلم عنه برده طبعا فقال لهم جميل يعني مش عايز حد غير جميل برسوم شخصية جميلة وبتتكلم أفهم من كده أنك مش بتنزل غير للدور اللي ماينفعش يعمله غير جميل برسوم أو المخرج اللي مصر على وجودك أنا فيه الأستاذ حسين المنباوي أول مرة أشتغل معه يقول لهم مش عايز غيره واحد اسمه رامي رزق الله أول مرة أشتغل معه ده بيعمل حاجة اسمها خلصناها يقول لهم جميل مش عايز غير جميل نفسه مكلمني مبارح عشان تبقى عارفة ويا رب بس أتوفع المهم مش لا خلينا الجديد خليه لما لما يحصل يبقى حصرين الكلام يبحث طيب خلينا عشان من توشي من مسألة الأفلام الدينية أبونا عبد المسيح الحبشي ده دور يعني دور عظيم وانت عملته باقتدار فظيع جدا والناس بقيت بتتفرج وتقول يعني هو ده اللي كان بيعزب القدسين هو ده الشرير اللي مش عارب بيعامله أبونا عبد المسيح الحبشي أبونا عبد المسيح الحبشي يا حبشي ازاي عملت الدور ده؟ بصي سيدنا البابا شنودة كان عامل قوضة جنب الكاتدرية في الكاتدرية كده فيها واحد اسمه أبونا حيات أبونا حيات ده حبشي وقاعد هو بتاع الجالية الحبشية كلها اللي موجودة في مصر وكانوا كنيسة أساناسيوس اللي في الآخر دي بيدهالهم كل يوم حد تروح يوم الحد تلاقي السود كل الأحباش ولبسين أبيض وتسمع الغنى بتاعهم والتراتيل والترانيم شيء هايل شيء مش ممكن فروحت له أبونا بيفهم عربي كويس وأمهري كويس اللغة الأمهرية لغة الأحباش عشان كده احنا الحبشة كمان على فكرة احنا في وقت من الأوقات كنا بنرسم البابا بتاعهم يعني وبعدين فيه كنيسة عاملينها في الحبشة منحوطة في الصخر جابوها يعني منحوطة في الجبل فروحت عادت مع أبونا حيات قلت له بنعمل كذا والشخصية كذا أول حاجة تعلمتها أبانا لازم بص بسم الآب والابن والروح القدوس إله واحد أمين خلاص بسمه أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين أدي بسم الآب والابن والروح القدوس إله واحد أبونا زي بسميات يتقدس اسمك تمسا أمينجيستيكا ويكون فكأدك بكم أبا سماي حفظني أبانا لازي كلها حاولها لك بس بالتفسير إزاي كان بيفسرها لك بسمه أب وولد والابن وولد بسمه أب والابن وولد ومنفس قدوس الروح القدوس منفس جاية من نفس نفس طالع ونفس داخل النفس يطلع ممكن ما يدخلش ويدخل ممكن ما يطلعش فأدي إيه كان بيفصل أهدو أملاك أمين إلى الأبد أمين طيب ممكن قبل ما نطلع فاصل نختم به حتة الأعمال الدنيا ونخش بقى لأهل كايرو نقول أبانا لازي لو فكرها باللغة بسمه أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين أبونا زبا سمايات يتقدس اسمك ثم ساعة من جستك ويكون فكأدك بكما بصماي كما هو بمتري سي سيني زلال زلالة ألاتنا هافانا يوم أعطينا اليوم بس كويس ده كويس أنك فكروا كل ده ده الفيلم بقى لوكتير طيب إحنا فاصل ناخد نفسنا ونرجع نستكمل بقى بعد أهل كايرو من أول أهل كايرو والمرحلة بقى بتاعة المخرجين والانطلاقة النجومية المطر المتأخر زي ما أنا سميته في المقدمة المطر المتأخر الآية بتقول كده ده المطر المتأخر الله فاصل ونرجع نستكمل مهدر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر